افتتح وزير الشباب والرياض نايف البكري ومعه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني افتتح مكتب شركة الخطوط الجوية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وعقب الافتتاح أكد الوزير البكري اهتمام القيادة السياسية ودعمها لقطاع الطيران وحرصها الدائم على تطويرها للارتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين بدوره أشار الكابتن العلواني إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جميع الأعمال الخاصة بالشركة في كافة المجالات والارتقاء بتقديم خدمة متكاملة للمسافرين حضر الافتتاح وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرى مختار رباش ورئيس الاتحاد السياحي باس الحزام ومدير مكتب اليمنية في جدة إحساس خليل